مرحباً أعزائي المشاهدين نحن معكم في الحلقة الرابعة من برنامج إيران من الداخل موضوع اليوم هو المفاوضات الناوية وتدائياتها في الداخل هل هناك اتفاق في المنظور؟ كيف تكسر الحلقة العمياء للمفاوضات؟ ماذا يقول الناس داخل إيران؟ ماذا يقولون أن البرنامج النووي للنظام؟ لكن رغم كل هذه المعاناة فإن إرادة الشعب والمقاومة الإيرانية هي إسقاط الدكتاتورية الدينية سواء إن امتلكت قنبلة نووية أو لم تمتلكها وهذا ما سيتحقق حتماً نحن على اتصال من إيران مع علي من مشهد مرحباً سيد علي مرحباً أنا علي طالب جامعي من إيران سيكون من دواعي سروري أن أجري هذه المحادثة وجها لوجه أريد أن أقول للرئيس بايدن أنه يجب أن يكون إلى جانب الشعب الإيراني ويدعم الأشخاص الذين شاركوا في انتفاضات مختلفة ضد النظام الحاكم في إيران لدينا اتصال آخر مع السيدة سيمة من تهران السلام عليك السيدة سيمة كيف يمكن دفع الفدية لنظام لديه أعلى سجل لإعدام الأطفال لكننا نرى زينب سليماني ابنة قاسم سليماني تطرد المليارات للنساء الإيرانيات كأمرأة إيرانية سأقول أن استمعوا إلى صوت النساء في إيران منذ سنوات ونحن نصرخ من أجل الحرية سئمنا الحجاب الإجباري والديني ومن كوننا مواطنين من الدرجة الثانية أشكر أخينا علي كما أشكر السيدة سيمة الذين اتسلوا بنا من مدينة مشهد ومن تهران العاصمة رغم ظروف الأمنية السعبة نعمل أن تكونوا قد استمتعتم بالبرنامج اليوم وداعا واللقاءنا حتى برنامج آخر توم توم بغير